كل الأشخاص اللي عم بتابعونا أكيد ضمن هالفقرة بتقدروا إنكم تعرفوا عن توافق أبراجكم مع أبراج الأشخاص اللي بتحبوهم أو عن آخر التوقعات الفلكية لأبراجكم وسنبدأ اليوم بناء على طلب الكثيرين ببرج الدلو الدلو رح أحكي كمان شوي عن هاي الفترة وعن العشر أيام الأخيرة بإذن الله قلنا إنه هاي الفترة الأولى اللي هي ثلاث أسابيع في أبواب عم تنفتح لبرج الدلو ولكن هو عم بشعر بالقلق والبعض منهم تردد البعض ممكن يشعر بأنه يعمل على تضخيم الأمور على تضخيم المشاكل زيادة حجم السلبية اللي هي موجودة حواليه فبنقول لبرج الدلو اطلع من هذا المود حاول إنه ما تتأخر يعني هي فترة ثلاث أسابيع ولكن أنت عم تعرف إنه بعض الأمور وهمية هي من راسك أنت اللي عم بتكبرها فأطلع منها بسرعة لأنه العشر أيام الأخيرة هي الأفضل على كل المستويات سواء كان العملي المالي المهني العائلي أيضا الوضع العاطفي هو جيد بكل الشهر بالفترتين الأولى والثانية وغير المرتبطين لسه الفرصة مناسبة للالتقاء بالشريك المناسب نعم طيب نحكي ميسون عن برج الجدي الجدي أيضا الجزء الأول كان مالي يعني التأثيرات السلبية على الوضع المالي وحكينا لبرج الجدي أنه انتبه من الأخطاء الرقمية اللي بتصير معك بالحسابات ممكن يكون في خطأ بأمور قد تكون كبيرة ولو يعني ممكن هلأ ما بتشعر فيها وما بتحس عليها عشان هيك إحنا نبهنا أنه انتبه لمصاريفك أيضا ما تشتري أمور مش مهمة وما تعطي وعود مالية لحدا إقراض أو دين تزداد المسؤوليات بهاي الفترة وتزداد اللقاءات أيضا فيها عاطفيا تعيش السعادة مع العائلة وأيضا غير المرتبطين ممكن يتخذوا القرار بالارتباط الجزء الثاني هو الأفضل خاصة على المستوى المهني وعليك أنه بهاي الفترة تحافظ على أسرارك المهنية والخاصة تنتهي الضغوطات المالية إذا عرفت كيف تتعامل مع معطيات الفترة الأولى نعم توافق الجدي مع الميزان جدي وميزان هالعلاقة ممكن تكون ممتازة جدا ولكن الميزان والجوزاء والحوت والدلو هذول ناس عاطفيين بحاجة للكثير من العاطفة لذلك لما يلتقوا مع برج الجدي اللي هو بعيد عن العاطفة نوعا ما هو إنسان محب وإنسان وفي وبيخلص للعائلة وبيقدس العائلة ولكن ما بيعرف يعبر عن مشاعره فبدنا شوي تنازلات يعني هاي العلاقة ناجحة مع بعض التنازلات وقليل من الاهتمام من برج الجدي للميزان بتكون العلاقة أفضل بإذن الله نعم طيب الجوزاء عاطفيا الجوزاء على المستوى العاطفي نعتبر هذا الشهر من بدايته الفترة الأولى بدك تنتبه لعلاقتك مع شريكين الشريك العاطفي أو الشريك العملي هذول الاثنين تأثيرات تراجع طارد عم بيصير على البيت الخاص بالشريك العاطفي والشريك العملي لذلك بدنا نقول أنه المرتبطين بتكون تنتبهوا بتكونوا واضحين بكلامكم بتكونوا دبلوماسيين ومستمعين جيدين هذه مسألة الاستماع لبرج الجوزاء أستبعدها يعني مش من صفاتهم الناس مستعجلين وما بيحبوا الانتظار ما عندهم صبر فلا هاي الفترة لا بدكم تكونوا مستمعين ومهتمين بالشريك بشكل أكبر بكثير من الأيام الماضية لنوصل لأسبوع الأخير رح تكون هاي الفترة هي الأفضل تتوضح فيها الرؤية لبرج الجوزاء ورح تعرف سبب الخسائر وسبب التراجع وسبب المشاكل وممكن بعض المنافسين رح المخفيين رح يظهروا قدامك فرح تحاول أن تحل الأمور لذلك تعتبر الأسبوع الأخير هو الأفضل على كل المستويات طيب السرطان السرطان الفترة الأولى في تراجع يأثر على الوضع النفسي لإلك لذلك عليك الصبر وما تتشبث برأيك تبتعد عن العناد بهاي الفترة تحافظ على سمعتك تحافظ على أسرارك فترة ممتازة لمناقشة الأمور المالية لبرج السرطان وممكن يبحث عن بدائل مالية وممكن يكون في مسألة ورث أو مسألة بيع شيء معين عقار أو سيارة أو شيء معين إذا كنت عم تبحث عن بدائل فرح تنحل الأمور المالية بإذن الله بالفترة الثانية البعض يحصل على قرض أو يحصل على ورث والفترة الثانية تزول كل التأثيرات السلبية وتتلاحق حالك لحتى تعوض هذه الفترة تنطلق بشكل كثير كبير فانتبه هذه السرعة ممكن تفوتك بعض الأمور وبعض النقاط أو بعض البنود فانتبه لا تكون السرعة على حساب أخطاء ممكن تحملها معك لآخر السنة أيضا عاطفيا تعيش الاستقرار وتشعر بالأمان مع العائلة وغير المرتبطين الربع الأخير من السنة هو الارتباط ولكن هلأ كثير من برج السرطان عم يفكر عم تدخل هذه الفكرة لدماغه وحتى يحققها بالربع الأخير من السنة بإذن الله توافق السرطان مع الحوت الحوت إنسان مزاجي والسرطان أيضا إنسان مزاجي بدنا ننبه لهذه النقطة بدنا نتخلص تماما من المزاجية وهذه كيف تتخلصوا منها بالنقاش الإيجابي المستمر بمراجعة المواضيع أول بأول ما نخلي مسألة مهما كانت تافهة وبسيطة برأيكم أنه نرميها وراء ظاهرنا لأنها لسه مش مهمة لا ما في إشي مش مهم بهاي العلاقة أبسط الأمور هي مهمة ولازم نناقشها يوم بيوم بلحظتها ما نبيتها لأنه إذا باتت السرطان خيالي خيالي وواسع جدا والحوت إنسان محلل يعني هاي الشغلة رح يحللها ورح تصير كبيرة بالوقت اللي يكون بتكون هي أد راس الإبرة رح تصير أد السماء هالشغلتين موجودتين عند هالبرجين هي سبب التراجع بهذه العلاقة فبدنا نتخلص منها أول بأول ونحكي كثير ونستمع كثير وبإذن الله تكون العلاقة ناجحة إن شاء الله نعم يعني إحنا بهيك ميسوم نكون وصلنا لنهاية فقرتنا لليوم شكرا لإلك شكرا لكل أشخاص اللي تابعونا اللي سمعونا عبر راديو روتانا واللي شافونا عبر شاشة عمان تيفي منا لكم كل الحب إلى اللقاء صح الصح صحpta صح 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 سيح ما روتانا آآآآآآآآ ishar اشتركوا في القناة